السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي الطلبة في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم أنا الأستاذ أحمد الطيف في درس جديد من دروس اللغة العربية تحت عنوان الهمزة المتوسطة على الألف الموجهة لطلبة الصف الثامن الفصل الدراسي الثاني منهج سلطنة عمان وترتيب هذا الدرس الثالث ضمن الوحدة الرأس أهداف الدرس من المتوقع نهاية هذا الدرس أن يكون الطالب قادرا على أن يتذكر سلم الحركات يسترجع مفهوم الهمزة المتوسطة يستخلص قاعدة رسم الهمزة المتوسطة على الألف ويطبق ما تعلمه عبر التطبيقات دعونا نشرع بتمهيدا عن طريق الألعاب اللغوية تخيرت في هذا التمهيد أن أوظف لعبة من الألعاب اللغوية تحت مسمى الترتيب ضع العناصر بترتيب متسلسل اسحب اللوحات لتحريكها هيا بنا لنلعب معنا إذن رتب الحركات الإعرابية من الأقوى إلى الأضعف دعونا إذن من خلال هذا التطبيق أو من خلال هذا التمهيد أن نسترجع سلم الحركات وقد سبق وأن أشرنا إليه في الدروس السابقة التي رأينا فيها رسم الهمزة المتوسطة على النبرة أي على الياء أو على الواو إذن ما هي أقوى الحركات الإعرابية؟ أحسنتم الكسرة ستكون الأولى ما هي الحركة التي تلي الكسرة في القوة؟ هل هي السكون؟ لا خطأ إذن ما هي الحركة؟ أحسنتم هي حركة الضم الحركة الموالية ما هي؟ الفتحة ممتاز وأضعف الحركات إذن السكون بذلك عمل جيد أحسنتم تلاحظون من خلال هذا التمهيد أننا استرجعنا سلم الحركات هذا السلم الذي له دور أساسي ومهم في رسم الهمزة خاصة الهمزة المتوسطة كيف ذلك؟ ما هو مفهوم الهمزة المتوسطة أولا؟ الهمزة المتوسطة هي كل همزة وردت في وسط الكلمة فننظر في حركتها وحركة ما قبلها لكي نتمكن من رسمها بشكل صحيح على الحرف الذي يقابل الحركة الأقوى فقد سبق وأن رأينا أن كل حركة من الحركات الإعرابية يقابلها حرف أو شكل ترسم عليه الهمزة فمتى كانت الكسرة هي الحركة الأقوى فإننا نرسم الهمزة على النبرة أو الياء وإن كانت الضمة هي الأقوى فإننا نرسم الهمزة على الواو وإن كانت الفتحة فإننا نرسمها على الألف وإن كان السكون فإننا نرسم الهمزة على السطر وبذلك تتبينون إذن أن لكل حركة من الحركات الإعرابية حرفا أو شكلا ترسم عليه الهمزة وطبعا ذلك بالعودة إلى سلم الحركات هذا السلم الذي قلنا أن له دورا جوهريا ومحوريا في رسم الهمزة المتوسطة أما الآن فنمر إلى الأمثلة الواردة بالكتاب المدرسي صفحة 76 دعونا ننطلق من هذه الأمثلة المثال الأول قال تعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون المثال الثاني من أمثال العربي قولهم رأى الكواكب ذهرا مجمع الأمثال للميدان المثال الثالث قال تعالى سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشع النشعة الآخرة إن الله على كل شيء قدير المثال الرابع لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس المثال الخامس قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون المثال السادس والأخير قال مصطفى الرافعي وكان يأتيه ريب الدهر معتذرا واليوم عنه ظروف الدهر تعتذر إذن ننظر في مناقشة هذه الأمثلة تأمل الكلمات الملونة في الأمثلة السابقة ملاحظا حركة الهمزة المتوسطة على الألف وحركة الحرف الذي قبلها معللا كتابتها على الألف ثم أكمل الجدول الآتي إذن تلاحظون أن كل هذه الكلمات الملونة في هذه الأمثلة فيها أو تضمنت همزة متوسطة على الألف قلنا الهمزة المتوسطة يعني أنها تكون في وسط الكلمة مثل هنا أو هنا أو غيرها إذن من الأمثلة الملونة فهي همزة متوسطة ولكنها رسمت على الألف إذن لكي نستطيع مناقشة أو تعليل سبب كتابة هذه الهمزة على الألف نمر إلى إنجاز هذا التطبيق من خلال أو بواسطة هذا الجدول وقد تخيرت أن أنقل هذا الجدول إلى صيغة الورد لكي نتمكن من إنجاز التطبيق تفاعليا مناقشة الأمثلة الجدول صفحة 72 من الكتاب المدرسي في هذا الجدول سوف نحدد حركة الهمزة حركة ما قبلها ثم سنعلل كتابة الهمزة المتوسطة على الألف ما معنى كلمة تعليل؟ أي أننا سنبين السبب والعلات من كتابة الهمزة على ذلك الشكل والتعليل دائما ما يطلب في اختبارات آخر الفصل وكذلك حتى في الأسئلة القصيرة المعدة من قبل المدرس لذلك علينا أن نفهم ما معنى تعليل عندما تجد علل رسم الهمزة في الكلمة التالية مثلا فعليك أن تدرك أن التعليل هو أنك ستبين سبب رسم الهمزة على ذلك الشكل والتعليل ينطلق بعبارة لأن لأنك ستعلل نشرع بالكلمات الأولى من المثال الأول سألك إذن سألك حركة الهمزة هي الفتحة وحركة ما قبلها الفتح تعليل كتابة الهمزة المتوسطة على الألف لأن الهمزة مفتوحة بعد فتح وضع؟ رأى أي حركة الهمزة هنا؟ حسنتم إذن حركة الهمزة هي الفتح ما هي حركة ما قبلها؟ كذلك الفتح التعليل لأن الهمزة نفس الإجابة إذن لأن الهمزة مفتوحة بعد فتح النشأة حركة الهمزة هي الفتح ما هي حركة ما قبلها؟ ما هو الحرف الذي قبلها أولا؟ هو حرف الشين إذن الشين ما هي الحركة التي فوقها؟ لاحظوا معي تلك الدائرة الصغيرة أحسنتم إذن نتحدث عن السكون بذلك تلاحظون تعليل كتابة الهمزة المتوسطة على الألف لأن الهمزة مفتوحة بعد ساكن صحيحة وسألونوا عبارة صحيح وتذكروا ما معنى صحيح هنا صحيح يعني أنه حرف ليس من حروف العلة وليس حركة مد طويلة لأننا إن وجدنا حرفا من حروف العلة الساكنة يعني حركة طويلة سواء واو أو يا أو ألف فإن الكتابة ستختلف متى كانت الهمزة متوسطة وسنأتي إلى هذا في الدرس المقبل إن شاء الله نأتي إلى الكلمة المؤالية وهي يأس إذن ما هي حركة الهمزة هنا يأس يأس أحسنتم أولا موضع الهمزة هنا إذن السكون حركتها السكون ما هي حركة ما قبلها إذن لدينا يأ هنا يأ حرف ما قبلها ما هي حركته أحسنتم الفتح التعليل إذن لماذا رسمت الهمزة على الألف في هذا المثال لأن الهمزة أحسنتم ساكينات بعد ماذا بعد فتح جيد جدا البأسائي إذن حركة الهمزة السكون سبقت بماذا بالفتح إذن التعليل لأن الهمزة ما بها ساكينات بعد فتح المثال الأخير يأتيه يأتيه حركة ما قبل الهمزة هي هذه اليا إذن ما هي حركتها الفتح وحركة الهمزة يأتيه أحسنتم السكون التعليل إذن لأن الهمزة ما بها ساكينات بعد فتح ربما يراود أذهانكم السؤال التالي أستاذ لماذا لا يوجد كسرة أو ضمة في هذه الأمثلة طبعا نحن ندرس الهمزة المتوسطة على ألف إن وجدنا كسرة على سبيل المثال سواء حركة الهمزة أو حركة ما قبلها آليا سنرسم الهمزة على النبرة وقد سبق ودرسنا ذلك وإن وجدنا مثلا فتحة وضمة سترسم على الواو لماذا؟ لأن الضمة أقوى من الفتحة وهذا طبعا يرجعنا إلى التمهيد الذي انطلقنا منه وهو سلم الحركات في هذه الأمثلة لا نجد إلا الفتحة والسكون باعتبار الفتحة أقوى من السكون وهما الحركتان الأخيرتان في سلم الحركات إذن إذا أردت أن أوضح بطريقة أبسط لاحظوا معي سأقول كما يلي لدينا الهمزة لدينا حركتها ولدينا حركة ما قبلها وكأنه هناك هذه العبارة عما تدل فياس إذن كان هناك ضد معركة بين حركة الهمزة التي مثلتها بهذا وحركة ما قبلها التي مثلتها بهذا وكأن هناك مشاجر بينهما والأقوى هو الذي سيأخذ الهمزة ويجلسها على الكرسي المناسب له فمثلا إذا رأينا في هذا المثال الأخير يأتيه لدينا السكون هو هذا ولدينا الفتحة هذه تشاجرت الفتحة والسكون إذن الأقوى الذي سينتصر الفتحة فستجلس الهمزة على هذا الكرسي وهذا الكرسي هو الأليف وضع وهكذا دوليك إذن وكأن هذه الحركات تتشاجر الأقوى هو الذي يأخذ بيد الهمزة ويجلسها على الكرسي الذي وضعه لها فالكسرة كأقوى حركات كرسيها النبرة أو الياء الضمة كرسيها الواو الفتحة كرسيها الألف والسكون تجلس الهمزة على الأرض هذا إذن ما يمكن أن نقوله من خلال هذا التوضيح البسيط نمر الآن إلى خلاصة هذا الدرس خلاصة الدرس بواسطة الخرائط الذهنية الهمزة المتوسطة على الأليف إذن تعريفها حسب ما رأينا هي همزة ترسم وسط الكلمة على الألف وهذه هي الألف كيف ترسم الهمزة على الأليف؟ توصلنا من خلال هذا الدرس إلى أن الهمزة ترسم على الألف وفق ما يلي إذا كانت مفتوحة بعد فتح إذا كانت مفتوحة بعد ساكن صحيح إذا كانت ساكنة بعد فتح نضرب أمثلة لكل نموذج من هذه النماذج إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد فتح من قبيل رأى سأل إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد ساكن صحيح من قبيل جرأة يزئر وأذكر بمفهوم الساكن الصحيح درسنا سابقا الحروفة ورأينا أن الحروفة فيها حروف صحيحة وفيها حروف معتلة وهنا كل حرف صحيح ساكن يسبق الهمزة وتكون الهمزة مفتوحة بعده ترسم على الألف الساكنة بعد فتح من قبيل فأر تأسف وهكذا نصل إلى ختام هذا الدرس نمر الآن إلى مجموعة من الأنشطة الإثرائية والأنشطة العلاجية أولاً النشاط الإثرائي تخيرت أن يكون هذا النشاط في شكل لعبة من الألعاب اللغوية المتمثلة في الكلمات المتقلة سنحاول إيجاد كلمات بها همزة متوسطة على الألف ثم سوف نبين علة وسبب رسمها على ذلك النحو وبعدها سنوظف الكلمة في جملة مفيدة هيا بنا لنبدأ اللعبة إذن أولاً مثنى توأم ما هو مثنى توأم؟ أحسنتم إذن تو أميني أعتذروا لأن الهمزة في هذه البرمجية لا تكتب في الوسط يعني متوسطة لذلك سوف أكتفي بالألف أحسنتم الإجابة صحيحة إذن هذه هي الألف المتوسطة توأميني ما هي حركة الهمزة؟ حركة الهمزة هي الفتحة وحركة ما قبلها إذن السكون هنا ستقولون لأستاذ هنا الواو وحرف علة هنا الواو عليها حركة إعرابية فهي حرف إذن من الحروف وليست حركة مد وضح بذلك تلاحظون أن حركة الهمزة هي الفتح وحركة ما قبلها هو السكون وبذلك الفتحة أقوى من السكون لذلك الهمزة ترسم على الألف إن أردنا أن نكون جملة بوسطة هذه الكلمة مثلا سأقول للطالب نواف أخويني توأميني نمر بعدها إلى المثال الموالي طلب منه إجابة إذن عندما تطلب منه إجابة فأنت ماذا تفعل؟ أحسنت تسأله إذن سأله جيد جدا إذن سأله الهمزة هنا ما هي حركتها؟ سأله الهمزة حركتها الفتحة وحركة ما قبلها الفتحة وبذلك ترسم على الألف عمل جيد ونحاول توظيف هذه الكلمة في الجملة فنقول سأله سؤالا ماكرا ثانيا النشاط العلاجي باستخدام الألعاب اللغوية لعبة المطابقة أهدف من خلال هذا النشاط العلاجي إلى تفكير الطالب بالحركات الإعرابية إذ أنني ألاحظ أثناء الدرس أن بعض الطلبة لا يفرقون بين الحركات الإعرابية سواء الفتحة أو الضمة أو السكون أو الكسرة ولا يمكننا أن نحقق أهداف هذا الدرس دون أن نقف عند هذه المعضلة إذن لتجاوز ذلك دعونا نبدأ اللعبة إذن سوف أبين أين الكسرة وأين الضمة وأين الفتحة وأين السكون من خلال لعبة المطابقة الكسرة أين هي الكسرة هل هي هذه لا أكيد ليست هذه الكسرة الكسرة هي عبارة عن خط رقيق صغير يكون أسفل الحرف إذن أين هو أحسنتم هذا هو إذن هذه الكسرة أين هي الضمة الضمة في اللغة العربية هي عبارة عن واو صغيرة فوق الحرف فاخترت إذن حرف البا كحرف موحد وعليه هذه الحركات الإعرابية أحسنتم إذن هذه هي الواو الصغيرة فوق الحرف الفتحة هي إذن خط رقيق صغير يكون فوق الحرف وليس تحته فالفرق بين الكسرة والفتحة هو أن الكسرة تحت الحرف بينما الفتحة فوقه أحسنتم هذا هو السكون ما هو السكون؟ السكون هو عبارة عن دائرة صغيرة توضع فوق الحرف ممتاز أحسنتم هذا هو السكون وبذلك نحقق أهدف هذا التطبيق أحسنتم عمل جيد رجاء لا تنسوا هذه المعطيات الفتحة الكسرة السكون الضمة وعلينا أن ندركها حسب ترتيبها وفق سلم الحركات من الأقوى إلى الأضعف أو من الأضعف إلى الأقوى سواء تصاعديا سكون فتحة ضم كسرة أو تنازليا كسرة ضمة فتحة وسكون أما الآن فنمر إلى الأنشطة التطبيقية الواردة بالكتاب المدرسي النشاط الأول أستخرج الكلمات التي بها همزة متوسطة على الألف في الأمثلة الآتية ثم أبين سبب كتابتها بهذه الصورة المثال الأول قال تعالى ولا تهنوا في ابتراء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تعلمون إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله وترجون من الله ما لا يرجون المثال الثالث المثال الثالث المثال الثالث المثال الثالث للإجابة للإجابة عن هذا النشاط الأول تخيرت أن يكون في شكل جدول أولا دعونا نستخرج الكلمات التي بها همزة متوسطة على الألف من ثم سوف نشرع بإنجاز هذا النشاط كما قلت في جدول دعونا ننظر في المثال الأول ما هي الكلمة التي تضمنت همزة متوسطة على الألف أحسنتم إذن تألمون وقد تكررت تألمون يألمون تألمون إذن تكررت ثلاث مرات فبذلك سنأخذ تألمون المثال الثاني إذن أحسنتم يأمانوا هذه هي الكلمة التي تضمنت همزة متوسطة على الألف إذن دعونا نلون هذه الكلمة يأمانوا هل هناك كلمة أخرى في هذا المثال لا لا يوجد المثال الموالي لو عاد يوما بالتأسف ذاهب أحسنتم إذن كلمة التأسف هذه هي الكلمة التي تضمنت همزة مرسومة على الألف تكررت مرة أخرى بعدها الحلم والأنات توأماني أحسنتم إذن كلمة توأماني هي الكلمة التي تضمنت همزة متوسطة على الألف المثال الخامس ورزقك ليس ينقصه التأني نعم التأني هي كلمة تضمنت همزة متوسطة على الألف بعدها حسنت تسأل إذن لا تسأل إذن تسأل هي الكلمة التي تضمنت همزة متوسطة على الألف هل هناك شيء آخر لا لا يوجد نقوم إذن بأعداد هذا النشاطي في جدول بصيغة ورد في المثال الأول وجدنا كلمة تألمون في المثال الثاني وجدنا كلمة يأمن في المثال الثالث التأسف في المثال الرابع توأماني المثال الخامس التأني والمثال السادس تسأل إذن نبدأ بالكلمة الأولى تألمون ما هي حركة الهمزة هنا؟ أحسنتم؟ السكون ما هي حركة ما قبلها؟ إذن هذه هي الهمزة والحرف الذي قبلها وحرف التأ ما هي العلامة أو الحركة التي فوقها؟ نعم الفتحة تعليل كتابة الهمزة على الألف هنا لماذا؟ إذن لأن قلنا أن التعليل نبدأ بعبارة لأن لأن حركة الهمزة أو لأن الهمزة أحسنت لأن الهمزة ساكنة وسبقت بفتحة طبعا الفتحة أقوى من السكون الكلمة الثانية يأمن ما هي حركة الهمزة؟ هنا هذه هي الهمزة المتوسطة إذن حركتها السكون بما سبقت سبقت باليا واليا فوقها فتحة إذن الفتحة التعليل نفس الشيء إذن لأن الهمزة ساكنة وسبقت بفتحة وطبعا الفتحة أقوى من السكون التأسف نعم هذه هي الهمزة المتوسطة حركتها ما هي؟ حركتها الفتحة وحركة ما قبل وحرف التا ما فوقه؟ إذن الفتحة كذلك جيد جيد جدني إذا التعليل لأن الهمزة ما بها؟ لأن الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوحة المفال الرابع تو أماني إذن هذه هي الهمزة ما هي حركتها؟ الفتح ما هي حركة ما قبل؟ أولا ننظر إلى الحرف الذي قبله هو حرف الواو ولكن هذه الواو عليها سكون يعني ليست حركة مد وليست يعني حركة طويلة فبذلك إذن نكتب السكون التعليل لأن الهمزة ما بها؟ مفتوحة وسبقت بسكون وطبعا الفتحة أقوى من السكون لذلك تكتب على الألف المثال الموالي التأني أين هي الهمزة المتوسطة؟ هذه هي الهمزة المتوسطة ما هي علامة وهي حركة هذه الهمزة المتوسطة؟ نعم الفتحة ما هي حركة ما قبلها؟ الفتحة التعليل إذن لأن الهمزة مفتوحة وما قبلها وما قبلها مفتوح تسأل أين هي الهمزة المتوسطة؟ هذه هي الهمزة المتوسطة ما هي حركتها؟ الفتحة ما هي حركة ما قبلها؟ السكون وبذلك وتلاحظون أن الحرف الذي قبلها هو حرف صحيح السين وعليه سكون وبذلك لأن التعليل لأن الهمزة ما بها؟ لأن الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن وبذلك أنهينا هذا النشاط الأول نمر إلى النشاط الثاني النشاط الثاني املأ الفراغ في كل مما يأتي باختيار البديل الصحيح من بين القوسين وهذا السؤال نموذج من نماذج أسئلة الاختبارات إذ تقدم لنا أسئلة بهذه الطريقة أو على هذه الشاكلة ونختار الإجابة الصحيحة وطبعا إجابة صحيحة تكون كلمة واحدة دعونا ننظر في المثال الأول قال المتنبي إذا رأيت 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 نيوب الليث بارزة فلا تظن أن الليث يبتسم يعني إذا رأيت الأسد مكشرا عن أنيابه فلا تعتقد أن هذا الأسد يبتسم ويضحك لك ما هي الإجابة الصحيحة إذن هل هي رأيت رئيت أو رأيت أو رائيت إذن بما أن الهمزة هنا رسمت على النبرة فآليا هناك كسرة إذن لا تهمنا هنا هنا رأيت نعم هذه هي الإجابة الصحيحة هذه هي الإجابة الصحيحة لذلك نكتبها هنا المثال الثاني قال أبو الحسن التهامي لا تحمد الدهر في بأساء بأساء أو بأساء يكشفها فلو سألت دوام البؤس لم يدمئ إذن هنا ما هي الكلمة الصحيحة نعم بأساء حسنتم بعدها المثال الثالث قال جميل بثينا وهو شاعر عذري ولو سألت مني حياتي بذلتها وجدت بها إن كان ذلك من أمري هنا إذن هذا الشاعر يخاطب حبيبته بثينا ويخبرها بصدق عشقه وصدق عاطفته تجاهها إذ لو طلبت منه حياته لو هبها إياها إذن لو نعم سألت هذه هي الإجابة الصحيحة أمر إلى المثال الرابع قال المنخل اليشكري لا تسألي لا تسائلي لا تسألي عن جل مالي وانظوري كرمي وخيري إذن أين هي الإجابة الصحيحة نعم تسألي هذه هي الإجابة الصحيحة قال إبراهيم الألبيري فيا إخوتي مهما شهدتم جنازتي فقوموا لربي واسئلوه واسألوه اسألوه ناجاتي إذن أحسنتم اسألوه ناجاتي بذلك تتبينون أن هذه الكلمة اسألوه رسمت الهمزة هنا على الأليف لأن حركتها الفتحة وسبقت بسكون والفتحة أقوى من السكون في هذا المثال تسألي كذلك الهمزة وحركتها الفتحة وما قبلها ساكن والفتحة أقوى من السكون لذلك ترسم على الأليف في المثال سألت هنا الهمزة وحركتها الفتحة وسبقت بفتحة إذن ترسم على الأليفي هنا بأسة إذن حركة الهمزة السكون وحركة ما قبلها الفتحة والفتحة أقوى من السكون لذلك تكتب على الأليفي الكلمة هذه وهي رأيت إذن رأيت حركة الهمزة الفتحة وحركة ما قبلها الفتحة فترسم على الأليفي هكذا نصل إلى ختام هذا الدرس أرجو لكم التوفيق والنجاح والسداد تحياتي أستاذ أحمد الطيف من مدرسة عمر بن عبد العزيز ولاية المزيونة محافظة ظفار